موسيقى موسيقى في أداء الخدمة القوية الواصلة إلى الشعب الحكومة الوحدها ليس لها ضراعة توصل الخير إلى الناس لكن لها قرارات ولها مسؤولية رسمية تساعدها فيها المجتمع الأهلي ويساعدها فيها قطاع الأعمال النهار ده إحنا عندنا مشروع التأمين الصحي وعايتنا عاملينه في ثلاث محافظات والمستفيد منه هيبقى في حدود سبعمائة ألف إنسان عايزين نطور التأمين الصحي بحيث أنه هو يبقى على مستوى التأمين الصحي في العالم السوشال سيكيوريتي والتأمين الاجتماعي اللي منه التأمين الصحي وصل إلى درجة ليس فيها الإنسان إنسان ولكن ليس إنسان إنسان ولكن فيها إنسان آلة يعني كيف ندخل الآلة في نظام العلاقة دي حتى تطورها وتنميها مقدم الخدمة خدمة التأمين الصحي بنقوم بتدريبه مقدم الخدمة بنرقبه وبنشوف هو بيوصل الخدمة إزاي والمرقبة دي بتبقى مرقبة مسجلة إلكترونية مصر الخير بتدخل في النقطة دي بتعمل نموذج من 700 ألف إنسان علشان وفتلت محافظات علشان نشيعها بعد كده في الـ 28 محافظة أو المحافظات بتاع القطر كله ونشيعها بعد كده في إفريقيا وآسيا ما هي مصر دي لازم ترجع إلى كونها رائدة حقيقة إن إحنا في ظرف استثنائي الآن لكن إحنا عندنا أمل فسيح وعمل صحيح للوصول إلى المفاصل اللي ممكن أن ندخل بها إلى خدمة المجتمع والناس تأمين الصحي يحتاج إلى مقدم خدمة ويحتاج إلى مخدوم وهو الفرض اللي بيتمتع بهذا ويحتاج إلى مراقبة وتقويم وتطوير في فند أو مبلغ لهذا مرسود من البنك الدولي بنديه زي ما هو بتقوم مؤسسة مصر الخير على تدريب المقدمين وعلى الرصد وتكلفة الرصد من أجل الوصول في النهاية إلى خدمة متميزة وبناء نموذج قابل للتكرار على أرض الواقع وبنرجو الله سبحانه وتعالى أن ينجحنا كما أنجحنا في السنوات الماضية في كثير من المجالات لأننا نريد الإدارة العلمية ونريد الخطوات المتأمنية التي تكون في حدود إمكانياتنا وفي حدود قدرتنا المالية والفنية والعلمية ده ملخص المشروع بتاع المهار هنا جاء الاختيار لهذه المحافظات السلاسكو ونها الأكثر فقراً أو أكثر احتياجاً من خلال مشروع تكافلي بدون شك إحنا بنبدأ دائماً بالأكثر احتياجاً لأننا لو نجحت في من هو الأفقر والأول احتياجاً أنا هنجح في من فوقه ولذلك أنا بأبل التحدي الأقل حتى أصل إلى التحدي الفوقه اللي بيكون أخف من التحدي مع الأقل ده هو عبارة عن الإطار العام لما نقدمه النهاردة في التعاون ما بين مؤسسة مصر الخير وما بين وزارة الصحة معالي الوزيرة عندها رؤية وهذه الرؤية بتساعد كثيراً لمجتمع المدني على أداء وجبه في كثير من الوزارات بيحملوا هم المسئولية لوحدهم بيحققوا نجاحات لكن مش نجاحات اللي مطلوبة ما بنوصلش إلى عمق المجتمع لا يمكن الوصول إلى عمق المجتمع إلا من خلال المجتمع الأحلي هناك الكثير من المحاور لهذه المبادرة منها الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى الاهتمام بالصحة العامة بنشتغل في صورة دائرية كله يخدم على بعضه معلوماتنا فيه بتكنولوجيا المعلومات قدراتنا على تجميع الأموال التي نستعملها بروتوكولاتنا اللي مع العناصر التلاتة اللي قلنا عليهم الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع الأهلي استعمال الجمعيات أيضاً اللي موجودة على الأرض الواقع احنا عندنا 45 ألف جمعية لكن العامل منهم كام والمؤثر منهم كام والقادر منهم قد إيه كل الحاجات دي بنسكنها مع بعض علشان نرسم صورة جيدة لنفع الناس في النهاية لأن احنا غرضنا في النهاية من كل هذا هو التنمية المدة الزمنية التي ستطبق فيها هذه المبادرة في الثلاث محافظات مؤكد أنه لكي نتوسع فيها هناك معطيات متى نقول أنه انتقلنا من نجاح إلى نجاح لمحافظات أخرى طبعاً المتابعة بتتم شبه يومية لكن احنا بندي فترة سنة علشان ننتقل إلى ما هو أبعد من ذلك وما هو أبعد من ذلك ولكن في متوالية إن شاء الله تكون هندسية نبدأ بتلاتة فبعد كده تسعة فبعد كده تمنتاشر ونخلص من المحافظات الرسالة المباشرة لحضرتك بتوجهها بس من خلال مشاركتك أنا شايف أن عمل دقوب يعني بارح والنهاردة مستمرين الرسالة المباشرة ممكن تكون بتقدمها من خلال العمل ده والجهد المشترك من أطرف كلها رسالة مكونا من كلمة واحدة هنقدر ترجمة نانسي قنقر